خلونا بقى نروح على السريع ونتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروعه المختلفة وفرقه المختلفة مع زمنتنا العزيزة روزان نصر روزان موجودة حالياً في مقار النادي الأهلي بالجزيرة يا روزان صباح الفل عليك اتفضلي احنا سمعينك صباح الخير يا كريم صباح الخير يا نهواند صباح الخير على كل مشاهدين مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان مبسوطة طبعاً بالتواجد معاكم النهاردة فقول حلقات عشر صبح في الأهلي بعد أجازة رمضان والعيد يعني خليني في البداية كمان أقول ألف مبروك لنادي الأهلي التأهل لنصف نهائي يعني بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي أمام الرجاء المغربي في المباراة طبعاً يعني مباراة الأمس خلينا أقول أنه يعني بعد وصول نادي الأهلي يعني الحقيقة منذ قليل القاهرة ما عندهمش خلاص الحقيقة وقت للراحة أبداً يعني هيبدأوا على طول الاستعدادات لمباراة السوبر المصري على حساب نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل 5 مايو طبعاً كل التوفيق لنادي الأهلي كمان عايزين نهني ونبارك لسيدات يد الأهلي وده طبعاً بعد فوزهم على سبورتينج والتتويج بلقب دوري سيدات اليد المواجهة كانت على صالة هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري واستطاع فريق سيدات يد الأهلي الفوز على سبورتينج بنتيجة 28 ل24 وكمان يعني عايزين نقول أن فريق سيدات يد الأهلي الحقيقة ماشي بخطة يعني يعني جيد جداً وثابت جداً كمان توجه ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك يوم 21 إبريل الماضي النهاردة بقى يعني عندنا مباراة مهمة جداً بيلتقي رجال طائرة الأهلي مع الزمالك في ثالث المباريات بينهم ضمن سلسلة مواجهات نهائي بطولة كأس مصر اتحاد الطائرة قرر إقامة مباراة الأهلي والزمالك في المواجهة الفاصلة في نهائي كأس مصر اليوم الأحد في تمام الساعة التاسعة مساء على صالة اتحاد الشرطة طبعاً كل التوفيق اليوم لرجال طائرة الأهلي خلينا نروح سريعاً للأجواء يعني أنا أقول لكم الأجواء هنا في فرع النادي الأهلي فرع الجزيرة يعني يمكن منذ أيام قليلة بدأ بالفعل التحسن في الأجواء وده مخلي يمكن النادي نهاردة زحمة شوية الموجودين منذ الصباح الباكر اللي بيتناول طبعاً وجبة الإفطار واللي بيمارس رياضة المفضلة واللي عاد طبعاً للتدريبات مرة تانية يعني خلينا أقول أنه الأجواء مشجعة الحقيقة للنزول بالنسبة طبعاً يعني الطرق والتزاحهم يمكن النهاردة أول يوم العودة للعمل بشكل رسمي بعد أجازة العيد فبطبيعة الحال أكيد يعني الشوارع والطرق هتكون زحمة الحقيقة لكل الطرق المؤدية يعني وسط البلد يعني وده يعني بما يقارب أكيد النادي الأهلي كلها زحمة الحقيقة يعني وهتفضل طبعاً يعني زحمة لحد الساعة السادسة مساء دي كانت كل الأخبار اللي معي النهاردة بشكركم وعودة لكم مرتاً احنا اللي بنشكرك على هذه التغطية كالعادة تغطية وافية وكافية شكراً جزيلاً زميلتنا العزيزة روزان نصر طبعاً